بسم الله الرحمن الرحيم وعلاقهم أعلانا في إلى الألقان فهم مقمحون وجعلنا بين أيديهم سدا ومع خلفهم سدا فأغشي لهم فهم لا يرثلون وسواء عليهم أنذرت أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى فشير رحلان بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدمت آثارهم وكل شيء أحصيناه في إيمان مبين أضغب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إيه بسنين فكذبوا فعزلنا بذالتنا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر نسلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلينا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ الأبين قالوا إلا تطيرنا بكم لإلا تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا أو مهتدون وما لي لا يا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلئة أن يردني الرحمن بغر اللي تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذا لفي ضريض مبين إني آمنتم بربكم أسنعون قيل دخول الجنة قال يا ليت قومي عدمون بما غفر لي ربي وجعبني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جن من السماء وما كنا مرزنين يا كانك إلا صحة واحدة فإذا فإن حامدون يا حصرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع اليدنا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جلات من نخيل وأعلاب وفجرنا فيها من الليون لأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها بما تنبت الأرض من أنفسهم ومن مؤلاء عدمهم وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا فإن نسلمون والشمس شد تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يصلحون وآية لهم أن نحملنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشان غرقهم فلا صريحا ولا غن ينقضون إلا رحمة منه متاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم فعلكم ترحلون وما تأتيه من آياتهم من آيات ربهم إلا كانوا عنه المعرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رضى قبل الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن تعيوا بل لو يشاء الله أدعمه إن أنتم إلا في غلال نابين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يعيون إلا صيحة واحدة تأخلهم وهم يخسنون فلا يستطيعون توسيتهم لا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسنون قالوا يا ويانا فمن بعثنا من مرقدنا هذا ما عبد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مقدرون فاليوم لا تزلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكرون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك مبتكئون لهم فيها فاكهة وله ما يدعون سلاما قولا من رب الرحيم وانتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلنا كثيرا أفلم تكتب تعقدون هذه جهنم التي كنتم تعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصنون ولو نشاء لنصفناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيع ولا يرجعون ومن نعملهم نكسه في الخلق أفنا ينقلون وما علمناه الشعر وما ينغينه إنه إلا ذكر وقرآن مبين ينذر لي كان حيع ويحبق القول عن الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم من ما عملت أيدينا أماما فهم لها ماذكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأخذون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلها ننصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يخذن فقولكم إنا نألم ما يسرون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفتنا فإذا هو خصوحا مبين وضرب لنا لسلا ونسي خلقه قال من يحي العظام وهي رميم قل يحيها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأفضل نارا فإذا أنتم منه توقلون أوليس الذي خلق السماوات والأول بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما يمره إذا أراد شيئا أن يقول له القرى فيكون فسبحان الذي بيليه ملكم لتكل شيء وإليه ترجعون صدق الله عظيم شكرا للمشاهدة